في مسابقة لطيفة قوي بتتعمل كل سنة في المرحلة الأولى من المسابقة دي اللي هي مسابقة أمير الشعراء حصلت حاجة مبارح غريبة شوي فيها جزء مصري وجزء إماراتي وجزء ليبي العضو لجنة الإماراتية اسمه دكتور علي بن تميم وهو رئيس مركز أبو ظبي للغة العربية كويس الراجل ده كان داخل متسابق ليبي شاب جميل جدا اسمه عبد السلام سعيد أبو حجر فعبد السلام قال بيت شعر أو قال قصيدة فيها بيت شعر بيقول إيه ويعجبني في الذكريات سخاؤها فالمفروض أنه يشوفوا بقى لجنة التحكيم فيها ثلاثة يقرروا هل البيت ده صح القصيدة كويسة بيجيزوا القصيدة ولا لا أو الكلام ده كله فالدكتور علي بن تميم ده توقف مع عبد السلام المتسابق الليبي وقال له انت ليه قلت سخاؤها هي المفروض سخاءها المفروض أنها منصوبة مش مرفوعة وهنا دخلوا في دبيت نحوي عن الإعراب أن دي هي الفاعل ولا المفعول به وبدأ الشاب يتكلم معاه وبدأ دكتور علي يتريع عليه بعدين دخلت دكتورة أماني فؤاد وهي مصرية وعضو اللجنة أيضا وقالت لا يا جماعة ده هي سخائها مجرورة أصلا على أساس أنها مضاف إليه فأصبح عندنا هنا ثلاث إعرابات أصبح أنها هي مرفوع ولا منصوب ولا مجرور الحقيقة دخلنا فيه مشكلة كبيرة جدا ومواقع تواصل الاجتماعي تفعلت مع القصة بشكل كبير قوي خلونا نشوف الفيديو بعدين نرجع نعلم أخي عبد السلام الله يسلمك ويعجبني في الذكريات سخاؤها لماذا سخاء مهم لأن الذكرة نحبها يعني عرابيا يعجبني في الذكريات سخاء السخاء فاعل السخاء هو الذي يعجب أنا المفعل به يا المتكلم هنا أنا المفعل به أنا المعزة وهي المعزبة كيف يعني سخاء الذكريات أنت الذي عجبت بالسخاء نعم يعجبون لا عجبت هذا مبني للمزول لكن أعزبني أعزبني سخاء الذكريات سيدون ومفعولون به مقدم ثم فاعل أنت عجيب يجيب وأجيبون ويجيب ويجيب لكن أعجبني سخائز لا تكون صاعلا ما رأيك بعد ذلك تخرج وترجع تفكر وترجع وتحترف ما رأيك لا أسكنة عندي هل مصن؟ لا 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 ليس مصن المهم أنا أجيز الناس الحمد لله الناس فيها حقيقة المحات الشعرية الجميلة شوف أنا لازم أعرف حضرتك الأول بمين الثلاثة اللي قاعدين دول سيبك من الراجل اللي بيدحك لأنه ما اشتركش في الجريمة يعني هو بس بيدحك وقال أفشة دمات قيل جدا هو يجيب وعجيب ومش عارف إيه وحاجة غريبة كده طيب مين الراجل اللي بيتكلم الراجل اللي قاعد اللي هو من الواضح أنه مش فاهم أي حاجة من الواضح أنه هو ورت نفسه في إعراب غلط وبعدين مستكبر أنه يرجع وبلغ التاري على الشاب الصغير وقال له أخرج لا راجع نفسك مع أن حتى لما أمن على الكرسي قال له أخرج خد وقتك ورجع نفسك وتعالى قل لهم بس لو أنت راجعت نفسك وعرفت غلطك ده الدكتور علي بن تميم الراجل ده ورئيس مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي وأيضا تولى منصب أمين جائزة الشيخ زايد للكتاب الراجل ده لي مؤلفات متنوعة في عدد من المجالات التاريخية وطنية وأدبية مرتبطة بالسرد العربي والرواية العربية والظاهرة الدرامية مع دكتوراه في الأدب دكتوراه في النقد الأدبي من جامعة اليارموك في المملكة الأردنية الهاشمية وله إسهامات بارزة في تطوير الكثير من المبادرات الإعلامية الثقافية والأدبية والأكاديمية في دولة الإمارات المصدر للسفيل الخارق ده هو موقع المصادقة الرسمية موقع أمير الشعراء طيب مين الدكتوراه اللي قالت له أنه لا يسر ومن الواضح كده أنها مصرية دماء خفيف جدا ولطيف وقالت أنها سخائها لا سخاءها ولا سخاءها يعني طلعت به حاجة تانية هي الدكتوراه أماني فؤاد الحقيقة وهي لها أيضا سيبي خارق في اللغة العربية هي أستاذة النقد الأدبي الحديث بأكاديمية الفنون في معهد النقد الفني بالعاصمة المصرية القاهرة هي ناقدة أدبية وكاتبة مقار رأي في الصحافة المصرية والعربية والدوريات المتخصصة بتحمل دكتوراه أماني الدكتوراه في النقد والبلاغة مع مرتبة الشرف الأولى ونشرت العديد من المقالات والأبحاث والكتب في مجال النقد الأدبي وعضو لجنة التحكيم في العديد من لجان تحكيم جوائز الدولة التشجيعية جائزة نجيب محفوظ ومؤتمر الأدباء وهي تشارك لأول مرة وياريتها مشاركة في عضوية لجنة التحكيم احنا عندنا شاب بليبي واثق من نفسه يتكلم على المفعول به المقدم والفاعل مش عارف إيه وسخاءها وعندنا واحد اسمه علي بن تميم قرر إنه يعمل عليه أستاذ ويقول له لا هي سخاءها وعندنا واحدة جاية تقريبا غلط اسمها أماني فؤاد ما عارفش إيه اللي جابها هنا لأنها طلع بحاجة جديدة خالص هي سخائها لا يصر في مشهد عبثي جدا جدا طيب مركز نون الاستشارات اللغوية علق على هذا المشهد العبثي تعالوا نشوف أليه مركز نون الاستشارات اللغوية ويعجبني في الذكريات سخاءها يعجبني فعل مضارع مرفوع آياء النفس ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به مقدم سخاءها السخاء فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة والضمير المتصل مبني في محل جر مضاف إليه إذن هذا هو الإعراب في القموس المحيط وجايبين بعض الأمثلة من القرآن الكريم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا وإلى آخر الآية وعملين منشا للناس كلهم طيب ده رد يعني لغوي رد له مصدر وله حيثية لغوية مش كده تمام فخرج الدكتور علي بن تميم عشان يعلق على المشهد وعلى التعليق تعالوا بقى شوفوا معايا التغريدة اللي جاية دي قمة الكبر والصلف والعجرفة وان احنا ما بنغلطش لا احنا صح تعالوا نشوف علي بن تميم قال ليه كلنا يعرف قول الله في كتابه العزيز ولا تعجبك أموالهم وأولادهم لكننا في مسابقة والطبيع امتحان قدرات الشاعر بأسئلة مختلفة وما طلبناه منه لون من اختبار الأعصاب بعد إجازته للتثبت فالمسابقة هي امتحان لقدرات المتسابقين ويبدو أنها نجحت في أن تكون امتحانا لاختوار قدرات المتعالمين طيب ده الرجل قال كده صح شغلونا جماعة الفيديو الأولاني لو سمحتوا عشان بس انتو تحكموا هل هو كان عارف؟ ده أداء واحد عارف؟ ده أداء واحد يعني بيقولك احنا عارفين الإعراب بس بنختبر قدراته للأعصاب شغلونا الفيديو تي أخي عبد السلام الله يسلمك ويعجبني في الذكريات سخاءها لماذا سخاءها؟ لأن الذكرى نحبها يعني عرابياً يعجبني في الذكريات سخاءها السخاء فاعل السخاء هو الذي يعجب أنا المفعول به يا المتكلم هو أنا المفعول به أنا المعجب وهي المعجبة كيف يعني؟ سخاء الذكريات؟ أنت الذي يعجبت بالسخاء نعم يعجبه نعم يعجبت هذا مبني للمجول لكن أعزبني أعزبني سخاء الذكريات فأل هو مفعول به مقدم ثم فاعش من الواضح طبعاً جداً الدكتور علي فاهم والست أماني فاهمة والرجل اللي بيتحق جنبه بتاعي يجيبه عجيب فاهم وعبد السلام هو اللي مش فاهم فالحقيقة القصة كانت في ضيحة مواقع التواصل الاجتماعي اتكلمت عنها تعالوا نشوف أبرز التعليقات عبد الفتاح بيقول إن هذا لا شيء عجاب مؤسف جداً أن تكون لجنة التحكيم في مصابقة أمير الشعراء لا تميز بين الفاعل والمفعول به كامل الإدانة والاستهجان فضيحة هذه والله سعد عبد العزيز بيقول في مشهد حزين ألقى شاعر شاب قصيدة في برنامج مصابقة مشهور ومن العجب أن لجنة العلماء المحكمين خطأت الشاعر في معلومنا العربية بالضرورة اقترفت الإلحاة في النحو ثم أجاءته حياء وقهراً إلى التنازل عن صوابه وهكذا يكون خطأ القوة صواباً بالقوة بروفيسور رافيا بتقول ما رأي لجنة برنامج أمير الشعراء في أن تخرج وتفكر وتراجع لتعود إلينا بالخبر اليقين فنعرف من المصيب ومن المخطئ ولو أكرمنا مجمع اللغة العربية بأبو ظبي أن يفتينا في هذه الإشكالية الشاعر المتسابق قال ويعجبني في الذكريات سخاؤها ناقد قال سخاءها ناقد قالت سخائها ناقد بحك يعني الحقيقة خلاصة الموضوع في شيء بائز جداً بيحصل في علامنا العربي وهو أنه بيتصدر الأمر أي أمر حتى مسابقة زي دي ناس مدعية للفهم مدعية للعلم مدعية لكل حاجة ولا يميزها إلا الكبر والصلف والعجرفة فبتكون نهايتها فضيحة زي اللي شفناها ترجمة نانسي قنقر